السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبناء الطلاب بنات الطالبات مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط انتهينا من الفصل السابع نبدأ الفصل الثامن والذي يتكلم عن أجهزة التنظيم والتكاثر بدءاً بالدرس الأول جهاز الغدد الصماء والتكاثر ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي سؤال رقم 26 مراجعة الفصل حساب العظام إن مجموعة عدد العظام في جسم الإنسان 206 ما نسبة العظام المكونة للعامود الفقري هل هي 2 أم 12 أم 50 أم 7 بالمئة باستعمال هذا الرسم البياني لدينا الجمجمة والكتف والعمود الفقري وأسفل الجسم وهنا عدد العظام لكل منهما رسم بياني يحدد لنا كم عدد كل عظام في هذه الأجزاء المطلوب لدينا هنا العمود الفقري ذكرنا لكي نحصل على النسبة لابد أن نقسم عدد هذه العظام للعامود الفقري على المجموع الكلي وهو 206 ثم نضربها أو نقوم بعملية الضرب بمئة حتى نحصل على النسبة كم العمود الفقري هنا؟ هنا تقريبا 26 في هذه الجزء إذن 26 تقسيم العدد الكلي وهو 206 ضرب 100 هيصبح لدينا 12 بالماء إذن النتيجة هي خيار جيم أحسنتم السؤال الآخر 27 الألعاب النارية شاهدتي أو شاهدت ضوءا واحدا من الألعاب النارية وبعد أربع ثواني هذا زمن سمعنا أو سمعتم صوت الانفجار ينتقل الضوء بسرعة كبيرة جدا لذا نرى الأشياء البعيدة مباشرة أما الصوت فهو ينتقل بسرعة السرعة كم؟ 340 متر لكل ثانية السؤال كم تبعد عن مكان الألعاب النارية؟ المطلوب حساب المسافة قانون السرعة هو المسافة على الزمن أحسنتم لدينا السرعة ولدينا الزمن أربع ثواني المجهول المسافة كيف سنحصل على المسافة؟ المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن نعوض مباشرة 340 السرعة ضرب كمثل الزمن؟ أربع ثواني المجموع حيصبح أو الناتز حيصبح 1360 الوحدة متر لماذا؟ لأنها مسافة ذكرنا أن الوحدة الرابعة تحتوي على فصلان الفصل السابع يتكلم عن أجهزة الدعامة والاستجابة والحركة بينما الفصل الثامن فهو يتكلم عن أجهزة التنظيم والتكاثر انتهينا من هذا الجزء الفصل السابع بالكامل الآن نبدأ الفصل الثامن في هذا الفصل لدينا درسان الدرس الأول جهازاء أي جهازين الغدد الصماء أو الغدد الصم وجهاز التكاثر أما الدرس الثاني فهي مراحل حياة الإنسان الفصل الثامن لديه فكرة رئيسية الفكرة الرئيسية أو الفكرة العامة هي يتطلب تكاثر الإنسان ونموه التفاعل بين أجهزة الجسم كاملا حتى نستطيع النمو ومراحل النمو المختلفة لا بد أن يكون هناك تفاعل بين هذه الأجهزة أو تكامل في الوظيفة الدرس الأول جهازاء الغدد الصماء والتكاثر الفكرة الرئيسية تؤثر الهرمونات مصطلح جديد الهرمونات التي تفرزها الغدد الصم هذه الغدد الصم في العديد من وظائف الجسم منها عملية التكاثر ويختلف تركيب جهاز التكاثر ووظائفه في الذكور عن الإناث الدرس الثاني مراحل حياة الإنسان الفكرة الرئيسية تحدث تغيرات باستمرار في جسم الإنسان من قبل الولادة حتى الممات ذكرنا حتى يعيش الإنسان أو ينمو ويكبر طوال حياته لا بد أن يكون هناك تكامل وتفاعل بين هذه الأجهزة ما الرابط العجيب بين رجال الإطفاع أو الدفاع المدني وجهاز الغدد الصم التي سوف نتطرق لها ما العلاقة بينهما ذكرنا أن الغدد الصم تفرز هرمونات مصطلح جديد هرمونات تؤثر في مختلف وظائف الجسم إذن تقوم بعملية تنظيم ما علاقتها بالعمليات في رجال الدفاع المدني أو رجال الإطفاع ما العلاقة بينهما؟ أحسنتم ممكن احتواء أو تنظيم العمليات وإطفاء الخطر أو إبعاد الخطر عن الآخرين أيضا في الغدد الصم هناك إذا تعرضنا إلى خطر لا بد أن تفرز هرمونات تنظم البيئة الداخلية جميع الأجهزة في جسم الإنسان ذكرنا أن الهدف الرئيسي هو الاتزان الداخلي في الجهاز العصبي في دروس الجهاز العصبي ذكرنا أن هناك مؤثرات أو منبهات نستقبلها وتؤثر على البيئة الداخلية تشاركها من؟ الغدد الصم وبالتالي هناك استجابة لهذه المنبهات ومن ثم سيحدث تأثير على الجسم حتى يتم الاتزان الداخلي إذن هناك ترابط بين عمليات التي تحدث في الجهاز الغدد الصم وكذلك في عمليات رجال الإطفاء أو عمليات الدفاع المدني لدينا في صفحة 48 أين حالة الطارئة؟ يحتوي مركز الدفاع المدني على غرفة سيطرة وتحكم لهذه كلمة جديدة مصطلح جديد غرفة سيطرة وتحكم ألا يوجد لدينا سيطرة وتحكم؟ نعم هناك أيضا غدة أساسية في جسم الإنسان هي سيدة الغدد التي تسيطر على جميع هذه الغدد مليئة باللوحات والأزرار وشاشات المراقبة يستطيع الشخص المستقبل فيها تلقي معلومات اللي هما الرجال الإطفاء أو الرجال العمليات الموجودة في غرفة المتابعة لاستقبال الرسائل وتمريرها وإدخالها بسرعة باستخدام نظام الشاشات المراقبة المعقد بالطريقة نفسها يعمل جهاز الغدد الصم أو الغدد الصماء حيث يتحكم في الكثير من ردود الفعل ووظائف الجسم وتنظيمها هذا الفصل يتكلم عن أجهزة التنظيم والسيطرة في دفتر العلوم تفكير الناقد أكتب أو أكتبي فقرة نصف أو تصفون بها كيف يتم التعامل مع مكالمات الطوارئ في مركز الدفاع المدني مركز الدفاع المدني لديه غرفة هي غرفة السيطرة والتحكم مراقبة تراقب الحدث وتتابعه حتى يتم السيطرة عليه ماذا سيحدث؟ ما الذي سيفعلونه؟ رجال الإطفاء أو رجال الدفاع المدني يتم التعاون بين أفراد فرق الدفاع المدني ويتطلب أيضا تكاثر الإنسان ونمو التفاعل بين جميع أجهزة الجسم حيث يحافظ جهاز الغدض الصماع على اتزان وظائف الجسم والاستجابة للتغيرات كما يعتمد الأداء الفريد للجهاز التناسلي على الطاقة اللازمة لحدوث انقسام الخلايا وتمايزها رجال الإطفاء لديهم أعمال ومهام كثيرة الإنقاذ الطائرات الإسعاف الطوارئ الإطفاء الحريق جميعها تقوم بعملية حماية لمن؟ لنا نحن نعم كذلك جهاز الغدض الصماع يقوم بحماية أجسامنا والخلايا واستجابتها هذا موقع الدفاع المدني شعارهم سلامتكم غايتنا أيضا الغدض الصم أو الصماة لها دور كبير في سلامة وحماية الجسم لذلك حدد اليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام بدءا من عام 1990 ميلادي لهدفين الهدف الأول التأكيد على أهمية الحماية المدنية ونشر الوعي بالتأهب والاستعداد واتخاذ الحماية الذاتية ضد أي مخاطر بيئية أو مختلف المخاطر الأخرى الهدف الثاني الإشادة بالتضحيات والإنجازات التي يقدمها من؟ أبطال الدفاع المدني لحماية المواطنين ومكافحة الكوارث كذلك لدينا نحن تقديرا لهم موظفين الهاتف أو موظفين مراكز الدفاع المدني يبقون دائما يقضين ومراقبين لأجهزة الاتصال في غرفة المراقبة لذلك يستقبلون مكالمات الطوارئ تنقل المعلومات لموظف الطوارئ يبدأ التواصل في موقع الحدث يتصل العمال الموجودين هناك في مؤسسات أخرى للطوارئ لتزويدهم بالمعلومات أو تقديم المساعدة هذا العمل نفسه يتم في جسم الإنسان من خلال جهاز الغدد لدينا نشاط في بداية كل فصل نتعلم على أنشطة تمهيدية هذا النشاط أو هذه التجربة تتحدث عن كيف تعمل الغدد الصم ذكرنا أنها كالطوارئ كرجال الدفاع المدني يتكون الجسم من أجهزة تعمل معا لتنسيق النشاطات الحيوية وتنظيمها ويعمل أحد هذه الأجهزة على أنتاج مواد كيميائية ونقلها عبر الدم لاحظوا عبر الدم هل معنى ذلك لها أوعية؟ عبر الدم إذن تصب مباشرة موادها أو هرموناتها في الدم مباشرة إلى أنسجة محددة التي هي أنسجة الهدف التي تقوم بالاستجابة فتستجيب بدورها وبالتالي علينا أن ننفذ هذا النشاط حتى نرى كيف تعمل هذه أو كيف تنتقل هذه المواد الكيميائية المواد والأدوات الهدف من هذا النشاط التعرف على عمل جهاز الغدد الصم الأدوات ورق ترشيح بيكربونات الصوديوم أو البكنبودر ملح وخل وقطارة أو واصحة الخطوات سوف نحتاج إلى ورق ترشيح نريد أن نقوم بقص هذه ورق الترشيح على شكل حرف Y حرف Y ثم نضعه في طبق ونصب عليه مادة بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم الهيدروجينية أو ما تسمى بصود الخبز بالإضافة إلى الخل ثم نلاحظ ماذا سيحدث للذراعين وهي حرف Y كيف سينتقل هذه المادة نبدأ سويا لدينا هنا ورق ترشيح بهذا الشكل يكون ورق ترشيح نحتاج إلى القص لهذا الورق حتى يصبح على شكل حرف Y تجهيزاً للوقت واستدراكاً للوقت قمت بقص هذا الورق على شكل حرف Y ثم بعد ذلك نضعه في الطبق نضع هذه جانباً ونضع الآن ورق الترشيح حرف Y على الطبق نحتاج إلى الخل وصود الخبز وهي البيكنبودر أو بيكربونات الصوديوم وكوبين نضع فيها السائل حتى نضعها هنا بداية لابد أن نضع كمية من بيكربونات الصوديوم ملعقة نخففها قليلاً في الماء نضعها جانباً نضع الآن الماء عليها نقلبها جيداً جهزت لدينا مخفف من بيكربونات الصوديوم ولدينا الآن كمية من الخل سنضعها في الكوب حتى نستطيع صبها على ورق الترشيح الآن سوف نضع الخل على منتصف الذراع ونضع ونضع كمية من بيكربونات الصوديوم مع الخل ماذا سيحدث للمحلول وأين سيذهب من هنا لاحظوا المادة من هنا بدأت تسير للذراع الأول وأيضاً وأيضاً بدأ إلى الذراع الثاني ماذا نستفيد من ذلك؟ أين بدأ انتقال المحلول؟ من المركز من العمود الأول من حرف الواي ثم بدأ ذلك يبدأ يسير باتجاه الذراعين الآخرين هكذا ينتقل الهرمونات من المركز حتى بقية الجسام لكن ماذا حدث بين البيكنبودر أو بيكربونات الصوديوم والخل ماذا حدث بينهما؟ ماذا تشاهدون؟ ما هذا؟ منتاز فقاعات إذن هناك تفاعل ما بين السائل وبين المادة التي تصل أو تكون موجودة في تلك الهدف أو النسيج الذي يصل له إذن توصلوا من ذلك أن الهرمونات تنتقل من المركز ثم تصل إلى الهدف وتتفاعل معه ثم يحدث الاتزان أو الاستجابة للمنبهة والمثيرة الذي حدث إذن نجيب على الأسئلة سؤال تفكير الناقد رقم أربعة صف أو صفي في دفتر العلوم كيف تنتقل أو كيف انتقلت المادة الكيميائية على طول ورقة النشاف وما حدث التفاعل أو كيف حدث التفاعل بينهما وما علاقته بدرسنا تنتقل المادة الكيميائية منهية الخل من قاعدة حرف Y إلى الأذرع كما ينتقل يتفاعل الخل مع صاد الخبز وتكونت فقاعات وهذا ما يحدث أيضا في جهاز الغدد للهرمونات حيث تفرز من مركز الغدة إلى أجزاء الجسم المصابة أو المستهدفة أو المحددة لإحداث التأثير أيضا من الأنشطة في كل فصل المطوية المطوية هنا مطلوب أن نجعلها بهذا الشكل مقسمة تحدد فيها مراحل بداية كل إنسان بدءا من الإخصاب حتى الموت أتهيأ للقراءة أيضا لدينا المفردات الجديدة كيف نتعرف على المفردات الجديدة ذكرنا في بداية الفصل أن هناك مفردة تعلمناها جديدا وهي الهرمونات ممتاز نريد الآن من خلال النص الموجود لدينا في صفحة 50 نتعرف على المفردات الجديدة في الجسم أنسجة متخصصة تسمى الغدد الصم مفردة جديدة غدد صم أي ليس لها أوعية ممتاز هذه الغدد تنتج مواد كيميائية تسمى الهرمونات إذن عرفنا أن الغدد تنتج مواد كيميائية أو تنتج الهرمونات وكذلك الغدد الهرمونات هي مواد كيميائية تفرزها من الغدد الصم تؤدي الهرمونات إلى زيادة أو تقليل سرعة عمليات خلوية محددة بعض الغدد أيضا تصب فرازاتها عبر أنبوب صغير لذلك تسمى غدد قنوية إذن تعرفنا أيضا على نوع آخر من الغدد وهو الغدد القنوية التي تحتوي على أنبوب صغير لكن الغدد الصم غدد لا قنوية حيث لا يوجد لها قنوات مثل الغدد النخامية حيث تفرز هرموناتها مباشرة في الدم وهذا ما تطرقنا له في تجربتنا أن السائل انتقل مباشرة من القاعدة إلى الأذرع الذي يعمل بدوره وهو دوره طبعا تقصد بها الدم على نقلها إلى النسيج الهدف ويكون النسيج الهدف عادة في أجزاء أخرى من الجسم بعيدة عن الغدد الصم كذلك نحتاج إلى أتهيأ للقراءة ونرى رأيكم أو تضع رأيكم موافق أو غير موافق أمام العبارات الموجودة لديكم من واحد إلى عشرة الفصل الوحدة الرابعة الفصل الثامن يتكلم فيها الدرسان الدرس الأول جهاز الغدد الصم والتكاثر الدرس الثاني مراحل حياة الإنسان نبدأ بالدرس الأول ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس الأهداف التعرف على كيف تعمل الهرمونات تحديدا نواع الغدد الصم المختلفة وتأثير الهرمونات التي تفرزها وصف كيف يعمل نظام التغذية الراجع السلبي التعرف على وظائف جهاز التكاثر المقارنة بين تركيب جهاز تراكيب جهاز التناسلي الذكري والأنثوي تتبع مراحل دورة الحيض الأهمية يفرز جهاز الغدد الصم المواد الكيميائية التي يسيطر من خلالها على الكثير من الأجهزة أو أجهزة الجسام مراجعة المفردات من هو النسيج الخلية هي وحدة بناء الجسام أما النسيج هي مجموعة من الخلايا تعمل معا للقيام بوظيفة محددة والأهداب هي تراكيب قصيرة تشبه الشعر تمتد من الخلية المفردات الجديدة الهرمونات الخصية الحيوانات المنوية السائل المنوي المبيض الإباضة الرحم المهبل دورة الحيض الحيض برنامج الزواج الصحي وبرنامج الزواج الآمن ذكرنا أن أجهزة السيطرة والتحكم هي الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصم أو الغدد الصمام تعرفنا على الجهاز العصبي سابق ونسترجعه سريعا الجهاز العصبي ذكرنا أنه جزئين جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي ممتاز ما دور الجهاز العصبي الجهاز العصبي بشكل عام؟ تنظيم الاستجابة ممتاز من خلال رد الفعل المنعكس هل هذه العملية موجودة لدينا في الغدد الصم؟ نعم نتعرف عليها في الحصص القادمة ما هي رد الفعل؟ هي استجابة غير إيرادية تلقائية لا تحدث من أنفسنا إذن تحدث استجابة تلقائية سريعة من تكون من الدماغ أو من الحبل الشوكي هل تصدر من الحبل الشوكي وليس من الدماغ في بعض الحالات خاصة إذا كانت حسية يتضمن مصار عصبي بسيط يسمى قوس رد الفعل ما هو قوس رد الفعل؟ نراجعه سويا من خلال هذه الصورة حينما يتعرض الشخص لأي منبه تبدأ الخلايا الحسية تستقبل ثم تصل إلى الموصلة الموصلة ترسلها لمن؟ للدماغ أو الحبل الشوكي حسب ما تكون موجودة بعد ذلك يتم ترجمتها تنقلها إلى هذا هو القوس الاستجابة هنا ترسل إلى العضلات الهيكلية فيرفع اليد فتتم عملية الاستجابة كما نشاهد الآن ترفع اليد بعد وجود الاستجابة رسلت الآن تبدأ الآن ترفع اليد استجابة للأمر من الدماغ أو الحبل الشوكي وهذا ما يسمى برد الفعل المنعكس لاحظنا ارتفعت اليد هل هذه العملية موجودة؟ نعم موجودة لدينا في الغدد الصم من خلال هذه العملية لابد أن يكون انتقال مواد كيميائية موجودة أين؟ في الشق التشابكي ما هو الشق التشابكي؟ هي المنطقة المبين خلية وخلية أخرى تفرز مواد كيميائية حتى تنبه الخلية التالية أيضا في الغدد الصم هناك مواد كيميائية تنقل حتى يتم الاستجابة لذلك إذن الشق التشابكي مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون وعصبون الذي يليه من خلال إفراز مواد كيميائية بكميات محددة حتى يتم إرسال السيال العصبي أما جهاز الغدد الصم فهو يرسل جهاز الغدد مواد كيميائية عبر الدم تؤثر في أنسجة محددة بحيث أن هذه الكميات تكون قليلة ولكن تأثيرها قوي جدا ما هو الهرمون؟ مادة كيميائية يتم إفرازها في مجرى الدم مباشرة من قبل أعضاء معينة في الجسم تسمى الغدد الصماء تساعد على القيام بوظائف الجسم بصورة صحيحة ودقيقة الإنتاج الهرمونات بالإضافة إلى الغدد الصم هناك أعضاء أخرى تفرز الهرمونات تفرز الخلايا الصماء في المعدة مثلا هرمونات تنظم عملية تفرز الأنزيمات الهاضمة في المعدة كذلك الكلية تفرز هرمون يتحكم في معدل إنتاج كريات الدم الحمراء كما ينتج القلب هرمون ينظم حجم الدم وضغطه ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ أجهزة السيطرة والتنظيم والتحكم الجهاز العصبي إرسال سيالات عصبية أما الغدد الصماء فهي إرسال مواد كيميائية من خلال الهرمونات طلابي طالباتي دعونا نجيب على الأسئلة التالية لماذا يتم إفراز كميات قليلة من الهرمونات؟ ما ذكرنا أنها كبيرة الهرمونات تعمل بشكل متخصص وعلى مدى طويل وبكميات قليلة ومحددة الزيادة فيها أو النقصان يسبب اختلال في الوظيفة للنسيج المستهدف نشاطنا المنزلي يعمل الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء معا في حالات الطوارئ والإجهار حددوا معي هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا العقل السليم في الجسم السليم عليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء ودمتم سالمين بمان الله